أعلنت إدارة منتدى شباب العالم تطوير إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ وتخصيص عوائد هذا العام من الرعاية المخصصة لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات وأرجعت إدارة منتدى شباب العالم قرارها بسبب المتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية والتي نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء إضافية على كهل الدول والحكومات والمواطنين وقالت إدارة المنتدى إنه سيتم توجه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التلموية الهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخرج مصر وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبول تحقيقها وأعلنت إدارة المنتدى أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إطلاق مبادرة التعلم للكسب التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والأفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكنهم للحصول على الوظائف اللائقة كما أكدت إدارة المنتدى أن حزم البرامج والمبادرات تشمل أيضا تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وأفريقيا ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة إبداء والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة كما تجتمل حزم المبادرات إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية والذي يستهدف تقديم الدعم النفسي وبالأخص اللاجئين والمهاجرين والوافدين من مناطق صراع وحروب ونزاعات وتقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والمجتمعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة فاهم ومنظمة الصحة العالمية ويشتمل أيضا إطلاق مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم في الأنظمة التعليمية وسهولة الوصول لخدمة الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية فضلا عن إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين وستكون المنصة بمثابة نقطة تلاق للمتطوعين بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التلموية والخيرية